لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات فضلا وليس امرا الشيخ سلطان بن زايد اهل النهيان الذي توفي مساء الاثنين عن عمر يناهز الرابعة والستين عاما في العاصمة ابو ظبي هو الابن الثاني لشيخ زايد مؤسس دولة الامارات وتلقى تعليمه الاولية في العين وابو ظبي وواصل دراسته في بيروت وتخرج عام 1973 في اكاديمية ساندهيرس العسكرية الملكية في بريطانيا كما تولى رئاسة اتحاد الامارات لكرة القدم من عام 1976 الى عام 1981 كما كلف في 2009 من طرف الشيخ خليفة بن زايد بتولي مهمة ممثل الرئيس حيث تولى المهام التي يكلفه بها سواء داخل الدولة او خارجها يعتبر الشيخ الراحل من اشد المهتمين بالحفاظ على تراث الامارات وعادات وتقاليد شعبها وهو رئيس نادي ثراث الامارات ويتابعه ويهتم به اهتماما خاصا كما تولى منصب رئيس مركز سلطان بن زايد للثقافة والاعلام كما انه كان يعيش حياة رفاهية مطلقة ويحرص على تنفيذ كل ما يجول بخاطره كشراء الاشياء الثمينة والصفر للسجمام في كل انحاء العالم وتمتد هوايات الشيخ سلطان بن زايد الى رياضة الصيد بالسقور ويعطى الفروسية اهمية بالغة حيث اقام نادي للفروسية على اسس مدروسة كما له مكتبة خاصة عامرة بامهات الكتب ونصوص التراث حيث كانت تكلفة النادي والمكتبة حوالي مليونا دولار وكان الراحل يملك قصرين في العاصمة ابو ظبي يقال انهما من افخم القصور في العالم حيث يحتوي كل قصر على عدد كبير من الغرف ذات ابواب مرصعة بالذهب بالاضافة الى قاعة رياضة ومسبح وقاعة للتدليك ويوجد تحت كل قصر مرآب كبير يضع فيها الشيخ سلطان بن زايد سياراته الفاخرة والتي يتجاوز عددها مجتمعة اربعين سيارة معظمها كلاسيكية وقد تنوعت بين مجموعة من سيارات فراري وابرزها سيارة فراري 275 سبيدر التي اشتراها من المزاد العلني الذي اقيم في سنة 2013 بمدينة نيويورك ب15 مليون دولار وكذلك سيارات من فورد ابرزها فورد جي تي فورتي والتي اشتراها ب11 مليون دولار كما كان سلطان بن زايد يمتلك واحدا من اكبر اليخوت في العالم ويزيد سعره عن 350 مليون دولار حيث يعتبر اليخت عبارة عن فندق صغير متنقل فهو يحتوي على صالة العاب ومسبح صغير وشرفة عالية يجلس فيها اثناء تناوله الطعام بالاضافة الى غرف عديدة تحتوي على كل شروط الراحة ويسهر على خدمة الشيخ سلطان وعائلته لما يكونون على متن هذا اليخت ما يزيد عن 15 خادما الامير الراحل كان يحب التجول كثيرا على متن طائرته الخاصة والتي سنعتها له شركة بوينغ خصيصا مقابل 118 مليون دولار حيث تحتوي الطائرة على كل مظاهر الفخامة والراحة فهي تحتوي على سرير نوم خاص بسلطان بن زايد بالاضافة الى حمام الرخامي مشيد بطريقة مذهلة ويمنع استعماره على الجميع لانه مخصص فقط للامير سلطان كما ان بها تدابير مضادة لاي هجوم متقدم